من القاهرة ينضم إلينا وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ أهلا ومرحبا بك معنا سيد نبيل كيف تقيم بداية هذه المعلومات حول ربما اتفاق وحول موضوع تحديدا التبادل ما بين القحطاني كما ذكرنا إذا ما كان على قيد الحياة أو ميتا مقابل خمسين أسيرا حوثيا بداية أسعد الله مساكي ومساء السادة المشاهدين أولا نشعر بالأسى ثلاثة أيام مضت من التفاوض الذي تدنى عليه مع الميليشيات الحوثية في إطار قدر العقيم تفرضه هذه الميليشيات في كل مرة ولم يكن للمبعوث الأممي أو مكتب المبعوث الأممي دورا ضاغطا حقيقيا نستطيع أن نقول على الأقل أن المدة الزمنية يجب أن تقنن ويجب أن يكون متفق عليها ثانيا حتى الآن ما نزال نتحدث في إطار يعني حتى اليوم نحن ندخل على اليوم الرابع من التفاوض وحتى اليوم ما زال الحوثيون يرفضون الإفساح عن وضع الأستاذ محمد قحطان وحالته وقل ما استطاعنا للوصول إليه هو قبولنا بالمبادلة إن كان حيا بخمسين أسير من الحوثيين نتمنى أن لا يكون ذلك سيكون أيضا مبادلة على مستورفات إذا كان غير ذلك لكن هذا يعكس أيضا هذا الأسلوب الملتوي والمقيت في عدم الإفساح عن الحالات عن أيضا لوي الأمور عن وضعها الطبيعي ما نزال حتى اليوم نحن نتحدث عن مسار الكل مقابل الكل في حين يصر الحوثيون عن الحديث في إطار التجزئة والحديث عن أعداد معينة مقابل أخرى بشكل أو بآخر ما الفرص المتاحة إذا ما كان هناك أي حظوظ للعودة ربما بإعطاء الحياة أو إعطاء ربما بعض التنشيط لمقترح الكل مقابل الكل في حين توصف هذه المفاوضات ربما بشيء من الإيجابية الجميع يعلم أن الحكومة الشرعية أعلنت منذ البداية عن أنها لا تشعر بأي نوع من التغيير في أسلوب ومنهجية هذه الجماعة وبالتالي كان هناك رفض من المجيء إلى هذه الجولة من المفاوضات وقبلت الحكومة المجيء على أساس إنساني بحث وعلى أساس الكل مقابل الكل وعلى أساس أن الأستاذ محمد قحطان في مقدمة هذه العملية هذه الأساس التي وضعتها الحكومة اليمنية كانت الأساس التي تقدمت بها في حال قبولها للمجيء إلى هذه المفاوضات إلى هذه الجولة التاسعة من المفاوضات وحتى الآن نقول أن بالمقابل على المجتمع الدولي وعلى مكتب المبعوث أن يشكلوا ضغطا حقيقيا على هذه الميليشيات لإيقاف هذا التلاعب وهذا العبث بهذا الملف الإنساني جئت على ذكر هذه النقطة فعليا لأكثر من مرة وهو دور مكتب المبعوث الأممي اليوم لماذا لم نسمع بأنه كان هناك نوع من الضغط في هذه الجولة أو مساعي ربما أكثر حسما من قبل هذه الأطراف وتحديدا هنا المبعوث الأممي للضغط على الحوثي هم أكدوا أنهم سيبدلون قصارى جهدهم وكان قلوا حديثهم أنهم فقط يريدون موافقة الجانب الحكومي على الحضور على أساس أنهم سيبدلون جهدهم في هذا السياق وفي الأخير الآن نجد أن المبعوث غير موجود في مسقط وأيضا حتى الآن رغم ما يعلنون من تفاؤل إلا أن هذا التفاؤل لا نجد له رجعا حقيقيا أو صدا حقيقيا في هذه الجولة من المفاوضات سيد نبيل موضوع السجينات في سجون الحوثي هل من معلومات لديك حول ما إذا كان الصفقة ستشمل بعض الأسماء كل الأسماء وهنا أتحدث تحديدا لأنه كان في وقت سابق الحديث بأنه لا موضوع السجينات يعتبر من الأولويات ربما في هذه الجولة وفقا لبعض المصادر للحدث نحن أكدنا منذ البداية أن موضوع السجينات ما يزيد عن ألف سجينة نريد أن نعرف وضعهم تماما ويجب أن يكونوا ضمن هذه الصفقة ومن ضمن أولوياتها أيضا من تم اختطافهم في الفترة الأخيرة من موظفية المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية في الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي هؤلاء الحكومة أعلنت أنها ستضعهم ضمن هذه العملية على أساس أن مبدأ الكل مقابل الكل يشمل كل شيء حتى هذه اللحظة بل وأيضا وضعت الحكومة أهمية أن يكون من ضمن مبادئ هذا الاتفاق التوقف عن عمليات الاختطافات التي تقوم بها الميليشيات لكن كما قلت لك للأسف الشديد ثلاثة أيام مضت والوفد ما يزال في إطار قدل ممل وبطيء حول موضوع الأستاذ محمد قحطان وحول أعداد معينة وأسماء معينة ما يتزال تتقدم بها الميليشيات الحوثية للمطالبة بمعرفة وضعها أو مصيرها في ظل ما يتم السعي لأجله وهو إتمام هذه الصفقة حتى لو كان الكل مقابل الكل ولكن الملاحظ بأن الحوثي مستمر بهذه العمليات الكثير من الاتهامات والكثير من ربما الادعاءات بالتالي أعداد جديدة ستكون لدى الحوثي كيف من الممكن أن يتم ضبط هذا الإيقاع من حيث هذه العمليات القابض على بعض الأشخاص حتى من الطلاب الجامعيين من الخريجين وتهم كثيرة كما ذكرنا من قبل العمالة وإلى ما هنالك هذا كيف سيتم ضبطه حتى لو تم توقيع هذه الصفقة هذا ما تحدثنا به مرارا وتكرارا وتحدث حتى عنه فخامة الرئيس وأيضا الرئيس الوزراء وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان حتى في اجتماعنا الأخير في جينيف وضعنا هذا الجانب بشكل واضح أنه كيف نضمن إيقاف هذه العملية كيف نضمن عمليات التعذيب الممنهج الذي يفضي إلى الموت كيف نضمن هناك كثير من الانتهاكات البشعة التي تقوم بها الميليشيات بحاجة مأسا إلى قرارات دولية رادعة تستطيع أن تكون بمثابة إيقاف حقيقي نحن حتى الآن نستغرب أن المنظمات الدولية الأممية لم تقم بما يجب عليها أن تقوم به من أجل الضغط للإفراج عن موظفيها الذين هم مسؤولون عنهم هذه واحدة من القضايا التي حتى الآن الحديث ما يتزال فيه كثير من النعومة فيه كثير من الضبابية المطالبات الناعمة للحوثيين وهم يعلمون أننا خلال تسع سنوات من الحرب كل هذه الأساليب لم تكن مجدية ولا ندري متى بالضبط ستستشعر المنظمات الدولية والأمم المتحدة أهمية أن تكون هناك عقوبات رادعة وضغط حقيقي لإيقاف كل هذه الانتهاكات نعم شكرا جزيلا لك من القاهرة كنت معنا وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك